إلى أخبار الرياضة وفكرة القدم توجت فتاية أقبو بكأس الجزائر بعد تغلبهن على الناد الرياضي القسنطيني بركلة الترجيح بسبعة أهداف لستة وفي فئة أقل من سبع عشرة سنة نالت فتاية أقبو لقب كأس الجزائر بعد فوزهن على منافساتهن من الجزائر الوسطى بضربات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف لتنتين وفي فئة الذكور أحرز نادي بارادو كأس الجزائر بعد أن فاز على النادي الرياضي القسنطيني بنتيجة هدفين دون رد